موسيقى أسعد الله مساءكم مشاهدين بكل خير أهلا فيكم في أولى حلقات برنامج تكميلية 2019 لمجلس الأمة والمقررة في 16 من هذا الشهر حيث بلغ إجمالي المتقدمين بطلبات الترشح 61 مرشحا من بينهم 5 مرشحات سنستعرض خلال هذه الحلقات المشهد السياسي الراهن وسنقف على كواليس هذا المشهد كما سنرصد عن قرب أسباب هذه الانتخابات التكملية وسنقوم بتحليل المشهد السياسي كمحاولة لتقريب الصورة الحقيقية لكم مع ضيوفنا المشاركين في هذه الحلقات الخاصة في هذه الحلقة أيضا سنقف على أسباب هذه الانتخابات التكملية وعن الشبهات المتوقعة للطعن عليها لاحقا كما سنتكلم عن دور الإعلام وتأثيره على هذه الانتخابات وعن مواقع التواصل الاجتماعي ودورها في التأثير عليها سلبا أو إيجابا كما سنتحدث أيضا عن التيارات الشبابية ووجودها في هذه الانتخابات وعن تجربتهم التي لا تزال تحت المجهر باسمي واسمكم أعزائي المشاهدين أرحب بضيوفي المحلل السياسي الدكتور صالح السعيدي والإعلامي عبدالوهاب العيسى ولكن مشاهدين قبل أن نبدأ هذه الحلقة خنشوف معاكم هذا التقرير تشهد الكويت في السادس عشر من شهر مارس الحالي لانتخابات التكملية الثاني عشر لمجلس الأمة لاختيار مرشحهم في الدائرتين الانتخابيتين الثانية والثالثة والذين يتنافسون على مقعدين اثنين إثر إسقاط عضوية النائبين جمعان الحربش ووليد طبطبائي من قبل المحكمة الدستورية بعد صدور حكم بسجنهما من قبل محكمة التمييز ويتنافس واحد وستون مرشحا من بينهم خمس نساء على هذين المقعدين وتنص المادة الرابع والثمانين من الدستور على أنه إذا خلى محل أحد عضاء مجلس الأمة قبل نهاية مدته لأي سبب من الأسباب انتخبها بدله خلال شهرين من تاريخ إعلان المجلس هذا الخلوب وتكون مدة العضو الجديد لنهاية مدة سلفه وشهدت الحياة الديمقراطية الكويتية أول حالة للانتخابات التكملية في الفصل التشريعي الأول حيث تقدم النأب سليمان أحمد الحداد باستغالته من عضوية مجلس الأمة في السابع والعشرين من أكتوبر عام 1964 وفي أعقاب ذلك أجريت الانتخابات التكملية الأولى في تاريخ المجلس في الثالث والعشرين من ديسمبر عام 1964 وكانت في الدائرة الانتخابية السادسة فاز على إثرها علي عبد الرحمن العمر بعضوية المجلس وفي السابع من ديسمبر عام 1965 تقدم ثمانية نواب باستغالاتهم من المجلس احتجاجا على إقرار قوانين اعتبرها مقيدة للحريات وهم الدكتور أحمد الخطيب وجاسم القطامي وراشد التوحيد وسامي المنيس واسليمان المطوع وعبد الرزاق الخالد وعلي العمر ويعقوب الحميضي وإثر ذلك فاز بالانتخابات التكملية الثانية التي أجريت في التاسع من فبراير عام 1966 كل من أحمد عبد الجليل ونايف الخلايفي وراشد الهاجري وسليمان الذويخ وعبد العزيز المساعد وغنام الجمهور ومحمد الوزان وناصر المعيلي وفي التاسع والعشرين من شهر أكتوبر عام 1966 أعلن النائب مضح النزال استقالته من عضوية المجلس وعقب ذلك أقيمت الانتخابات التكملية الثالثة وفاز على إثرها خالد المعصب بعضوية المجلس وشهد الفصل التشريعي الثاني عام 1967 استقالة سبعة نواب هم خالد الفيد وراشد الفرحان وعبد الرزاق الزيد وعبد العزيز الصقر وعلي العمر ومحمد الخرافي ومحمد العتساني إثر بيان تقدم به مرشحون للانتخابات وأعضاء في مجلس الأمة اهتجوا فيه على نتائج الانتخابات وبناء على ذلك أجريت الانتخابات التكملية الرابعة في العاشر من مايو 1967 وفاز بها كل من إبراهيم الميلم وأحمد العبد الجليل وأحمد الخليفي وخالد الطاحوس وخرف الاعتبي وراشد اسماعيل وغانم العميري وفي الفصل التشريعي الثالث وفي النائب على الثنيان الإذين الذي كان يمثل الدائرة الانتخابية التاسعة قبل افتتاح دور الانعقاد الأول وتم إعلان خلو مقعده في الحادي عشر من ديسمبر عام 1971 وأجريت الانتخابات التكملية في التاسع من فبراير عام 1972 ليفوز بها فالح لصويلح الذي مارس دوره النيابي منذ بداية ذلك الفصل وأقيمت الانتخابات التكملية السادسة في السابع من شهر أبريل عام 1982 إثر وفاة النائب ناصر صنهات العصيمي وفاز وقتها مرشح الدائرة الانتخابية الرابعة عشر حمود ناصر الجبري بعضوية المجلس وفي التاسع والعشرين من ديسمبر عام 1992 تقدم مواطنان بطعنين انتخابيين في الدائرتين الانتخابيتين الرابعة عشر والسادسة عشر وأحكمت المحكمة الدستورية بالصحة هما لتعادوا بذلك الانتخابات في تلك الدائرتين في أول سابقة من نوعها في تاريخ انتخابات مجلس الأمة وفي أعقاب ذلك فاز المطعون ضدهما مبارك الخرينج وحمود ناصر الجبري بالانتخابات التكملية السابعة ليعودها إلى مقعدهما النيابيين وشهد العام 1997 فمن انتخابات تكميلية إثر تقدم مرشح الدائرة الحادية والعشرين سعدول الاعتبي بطعنين حكمة المحكمة الدستورية بصحته وأصدرت حكما بإبطال الانتخابات بالدائرة وجرت الانتخابات التكميلية في التاسع عشر من فبراير من ذلك العام عاد بإثرها المطعون ضدهما النائبان وليد الجري وخالد العدوى إلى مقعدهما النيابيين وشهد الفصل التشريعي التاسع طعن مرشح الدائرة الحادية والعشرين النائب السابق خالد العدوى بنتيجة انتخابات مجلس الأمة آنذاك وحكمت المحكمة الدستورية بقبول الطعن شكلا وببطلان انتخاب النائب سعدون حماد الاعتبي وعلى إثر ذلك وجرت الانتخابات التكميلية في تلك الدائرة في الرابع والعشرين من يناير عام 2000 وكانت التاسعة هي في تاريخ الحياة النيابية في البلاد وفاز بها النائب السابق خالد العدوى الانتخابات النيابية التكميلية العاشرة في تاريخ الحياة النيابية في البلاد كانت في العام 2013 وجاءت في عقاب تقديم خمسة نواب لاستقالاتهم وإعلان خلو مقاعدهم وهم رياض العتساني والدكتور عبد الكريم الكردير والدكتور حسين القويعان وعلي الراشد وصفاء الهاشم وعلى إثرها فاز كل من عبدالله يوسف المعيوف وفارس الاعتبي وأحمد القضيبي وأحمد لاري ومحمد الرشيدي فيما كانت الانتخابات الأحدى عشر التكميلية فجاءت في عام 2016 عقب وفاة النائب نبي للفضل وإعلان خلو مقعده وعلى إثرها فاز النائب عبدالله الخميس في الانتخابات التكميلية عن الدائرة الثالثة أرحب مرة أخرى بضيوفي الدكتور الصالح السعيدي والإعلامي عبدالوهاب العيسى وأهلا وسهلا فيكم في تلفزيون الراي طبعا البيت بيتكم يعني دكتور مقدم ومساهم في برامج انتخابات على تلفزيون الراي يعني مو غريبة عليك المشاركة في تلفزيون الراي وأيضا عبدالوهاب العيسى قدمت برامج انتخابات وساهمت في الانتخابات في تلفزيون الراي وأنت من الشباب اللي تركوا بصمة في الإعلام الكويتي وأنا اليوم سعيدة الله يطول يعني أني أحاورك لأن يعني عادة أنت مذيع وانا مذيعة اليوم إن شاء الله راح تكون ضيف إن شاء الله أنا أتوقع أنك راح تأخذ دوري شوية يعني ما أقدر أنا أنا ممتعود أن أسئل يعني إيه إيه فهل يمكننا أداحرج و أسأل الدكتور لا أوجه لها سئلة الله يمعينك لا اليوم بركز اليوم أنت ضيف لازم أذكر نفسي فنبتدي مع الدكتور السعيدي في البداية نود أن نعرف المشاهد من داخل و خارج الكويت عن أسباب هذه الانتخابات التكملية لمجلس الأمة 2019 طبعا معروف أن هذه الانتخابات التكملية استحقاق لقرار مجسمة بإلقاء أو شغور عضوية النائبين وليد الطاطباي وجبع الحربش وبالتالي حكما سقط شغر المقعدان وأصبح هناك لزام على المجلس إجراء انتخابات تكملية خلال 60 يوم من شغور المقعد وهذا شيء مثل ما ذكر التغرير أنه حدث أكثر مرة بتاريخ الكويت لكن القاعدة المعروفة في الكويت والتي دائما معادلة الانتخابات التكملية مختلفة تماما عن الانتخابات العامة العادية نعم بس تكتور هو حدث أكثر من المرة بس هل هذه المرة الأولى التي تصير انتخابات تكملية بسبب خلو مقعد لنواب بسبب حكم محكمة دستورية هذه أول مرة كل الحالات السابقة كانت إما حالة وفاة أو حالة استقالة لكن هذه المرة الأولى التي تمت فيها تطبيق هذه الفقرة وهذا جاء بعد أن أبطرت المحكمة الدستورية حكم المادة 16 من اللائحة الداخلية للمجلس ونصت على عدم جواز التصويت على العضوية من قبل مجلس الأمور وأنت أكيد متوقع هذا الشيء دكتور لا الحكم المحكمة الدستورية هو كان الفارق نغير طريقة من لأن حتى النواب لا قبل الحكم ما كان مطروحة إلا بعد ما قدم طعن في المادة 16 قبلها المجلس صوت على إسقاط العضوية وثبت العضوية بفارق صوات بسيطة لكن المجلس التصويت الأول كان ماشي على أساسه كل الأراء كانت الاعتبار أن هذا بعد التصويت المجلس على أبقاء العضوية كان انتهت القضية لكن الطعن الذي تم هو قبول المحكمة الدستورية الطعن وقرارها بعدم دستورية المادة 16 من لاحة الداخلية أعاد تغيير المعادلة مرة أخرى وأصبح لزام على المجلس أن يلتزم بحكم المحكمة الدستورية أولا ثم تطبيق نص المادة وحكم المحكمة الجنائي واعتبار المنصبين شاغيرين نعم دكتور هل من الممكن أن تكون هذه الانتخابات عرضة للطعن بسبب عدم فتح القيود الانتخابية من قبل وزارة الداخلية والتي عادة تفتح كل فبراير من كل عام هل ممكن أن يكون هناك طعن خاصة أن أحد المترشحين لهذه الانتخابات وهو محامي قال أن السبب ترشحه في هذه الانتخابات هو لكي يطعن لاحقا في الانتخابات لأنه غير مسجل في القيد الانتخابي ممكن لأن هناك باب لي الطعن على اعتبار أن القيد الانتخابية وهي حق أصيل للناخبين لم يمنح هذا الحق على أساس أنه لا يجوز بالقانون أن يفتح باب الانتخاب والقيد الانتخابية بعد صدور مرسوم الدعوة لكن الإشكال وين حدث أن هناك خمسة أيام بين موعد الدعوة المفترض السنة وهو 1 فبراير الأول فبراير كانت تكون الجزارة الداخلية كل سنة في بداية فبراير تدعو إلى تفتح القيد الانتخابية في كل المراكز وبين مرسوم الدعوة الذي صدر في 5 فبراير أنا أعتقد أن هذه الخمسة أيام الفارقية هي الباب للطعن ومعمومًا خلال يومين يمكن أن هناك جلسة للنظر في الطعن وهذا راح يرسم ملامح الانتخابات التكميلية وحتى المجلس الحالي بأكمل إذا ما قبلت للمحكمة الطعن وتم دراسته وأعتقد أن إذا في حال قبولها للطعن من حيث المبدأ من حيث الموضوع مثلما في اللغة القضائية أو اللغة القانونية فقد يبتح الباب إلى احتمالات مختلفة تماما نعم بس دكتور يعني هناك يقال كرأي قانوني أن هناك للانتخابات العامة هناك مرسوم ولانتخابات التكميلية هناك قرار من وزارة الداخلية وفي حال صدور القرار هنا لا يعني يمنع القيد يعني يكون باب القيد مغلق هذا صحيح؟ مدام صدر مرسوم الدعوة لا يجوز فتح قيد الانتخابية لكن الحديث هو عن الفترة بين موعد السنوي للدعوة لدعوة الناخبين وهو 1 فبراير وبين صدور مرسوم الدعوة فيه 5 فبراير فيه فارغ زمني هذا ممكن المدخل للطعن نعم هل يعني كانت هناك سوابق لانتخابات تكملية في نفس هذا الوقت؟ صارت يعني في انتخابات 2016 في الدائرة الثالثة كانت انتخابات تاريخ عشرين تم وقف القيود الانتخابية إلى غاية يوم عشرين في يوم واحد عشرين تم فتح وتم اطعن عليها دكتور؟ نعم لا تطعن لأنها فتحت بعد يوم بعد يوم انتخاباته لكن هناك ناس تتساءل يقول لأيش ما طيب انتخابات 16 مارس وآخر يوم للسجل الناخبين هو 20 مارس لأيش ما تفتح يوم 17 والجواب لماذا؟ والجواب لأن القرار قيد الناخبين وتسجيله في شهر فبراير أما شهر مارس وهو الفترة الثانية وهو الإضافة تسمى الإضافة اللي هو النقل والإضافة وبالتالي لو في يوم واحد لو انتخابات هذه التكميلية حدثت في يوم فرضا 27 فبراير نعم وفتح باب القيد الناخبين يوم 28 فبراير لكان استمر التسجيل حتى في شهر مارس لكن بما أنه لم يفتح ولو يوم واحد في شهر فبراير إذن لا يمكن فتحه في شهر مارس وبالتالي تعطلت العملية بأكملها نعم وهذا كنوع من تحصين الجداول من الطعون أو من مثلا يعني اتقال الأصوات التزام بنص قانوني لا يجوز فتح قيود الانتخابية في بعد صدور مرسوم الدعوة نعم معنا اتصال من الخبير الدستوري الدكتور محمد الفيلي معنا دكتور يا أهلا عزيزتي أهلا وسهلا فيك دكتور يا أهلا وسهلا دكتور هل هذه الانتخابات هي عرضة للطعن قانونيا الانتخابات في مجملها لا هذه الانتخابات تكملية فقط الآن بسبب عدم فتح القيود الانتخابية من قبل وزارة الداخلية الآن لنوضح بأن هناك مبدأ معروف في النظم الانتخابية أنه عند الإعلان عن انتخابات تجمد أو لا يشارك فيها إلا من كان اسمه واردا في الجداول التي تمت مراجعتها نعم وهذا المبدأ ينص عليه القانون الكويتي في الفقرة الأخيرة من المادة الثامنة اه إذن لا يشارك في الانتخاب من هو اسمه اه غير مقيد في الجداول النهائية وتقفل الجداول على والذين أسماءهم واردة فيه وقت الإعلان عن الانتخاب بقي من الناحية الثنية هل يمكن أن نقفل الجداول ونخضعها للمراجعة الدورية ظاهر النص إذا أخذنا بالقراءة الظاهرية للنص لا يجوز فتح الجداول ولكن ممكن جدا التوفيق بين المبدئين بهذا يكون هناك مراجعة دورية للجداول ولا يشارك من تراجع أسماءهم في الانتخابات وفي نفس الوقت يتكون هناك قيود مثبتة يشارك أصحابها في الانتخاب نعم يعني دكتور المحامي المرشح إذا يعني طعن في هذه الانتخابات رح يخسر هذه القضية يعني النتيجة حتمية إذا كان لا 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 الانتخابات التي سوف تجرى لا يوجد ما يبرر للاعتقاد بأنها غير سليمة هي سليمة نعم فقط فقط البحث هل يمكن التوفيق بين النصين ظاهر القراءة يقول تقفل الجداول تغلق الجداول نعم ولكن ممكن وهنا نحن بصدد اجتهاد أن تفتح الجداول دون أن يشارك من تعدل أسماءهم في الانتخابات هذه لا يشارك فيها إلا من كان اسمه واردا في الجداول النهائية التي تم معاجعتها نعم وأصبحت نهائية في نهاية الشهر الخامس الفائت نعم دكتور محمد الفيلي الخبير الدستوري شكرا جزيلا لك هل فيت أي تعليق أكد وضح للدكتور أنه الذي تكلم عنه تم تطبيقه فعلا في انتخابات المجلس البلدي 2018 نعم 2018 من سمح لبتصويت هم فقط من سجلوا في 2017 نعم هو كلامه صحيح وكلامه رد على المحامي الصحيح أن المحامي لا يستطيع أن يسجل ويطلب أن يشارك بالتصويت حتى بعد يعني حتى لو شهر نصف أبريل منتصف أبريل موعد انتهاء الطعون والطعون وتنشر في الجريدة الرسمية تصبح قابلة لكن الحديث هو عن مبدأ قلق أو عدم فتح القيدة الانتخابية هنا الحديث ليس عن أن من يحق للتصويت هذا المبدأ الذي يتكلم على الدكتور طبق فعلا في 2017 2018 في انتخابات المجلس البلدي انتخابات المجلس البلدي شهر خمسة لكن من تم السماح له في التصويت هو في شهر من تصوت من سجل في 2017 الذي سجل في 2018 لم يسمح للتصويت في انتخابات المجلس البلدي رغم أنها صارت في شهر خمسة 2018 نعم وضحت الصورة في هذا الموضوع ننتقل لك عبد الوهاب هناك بعض التيارات المشاركة في العملية السياسية الحالية لم تشارك في هذه الانتخابات وأيضا هناك أسماء عادة تشارك في الانتخابات لم تشارك في هذه الانتخابات التكملية وكونك أنت دائما فعال في كل الانتخابات سواء من تقديم البرامج أو من ناحية تجارية من إعلانات وغيرها وأنت طبعا تعرف ما يدار وراء الكواليس لماذا عدم المشاركة في هذه الانتخابات أبدأ أول بفرشة موسعة يعني أول انتخابات عشت مجلس 2008 انتخابات 2008 وبعدها 2009 وبعدها 2012 و12 و13 و16 ست مجالس وانتخاباتين أو ثلاث تكميلية والملاحظ بأن مع الأسف الشديد من دخلنا في 2012 وتكلم أنا بعد يعني التغير في منصب رئيس الوزراء ودخلنا مع مجلس المبطل الأول وأحنا يعني ندخل في سادس انتخابات أو خامس انتخابات اللي الناس تشك فيه يعني دستوريتها وعدم ابطالها وهذا مؤشر خطير يعني بغض النظر عن كلام الأساتذة اللي يسبقوني يمكن يتكلمون أكثر من ناحية الإجرائية ومن ناحية القانونية نعم إنما من الناحية السياسية ومن ناحية المزاجية ومع الأسف أصبح من العادة السياسية لدى الكويتيين الآن بالحديث عن شرعية الانتخابات أكثر من الحديث عن الانتخابات نفسها اليوم تلفزيون الراي يبدأ أول حلقاتها تكميلي 2019 أول محور في أول حلقة هل هذه الانتخابات بالعامية صجية ولا مو صجية هل إحنا كمواطنين لما نروح نشارك في الانتخابات هذه ستحصن أصواتنا وتحصن إرادتنا ولا سيتم سيتم إبطالها وهذا نظر للتجربة السابقة عندما أبطل المجلس فصاروا الناس يتكلمون في شرعية الانتخابات كل مرة خوفا من أبطال كل الانتخابات هذه ثالث انتخابات لا نتكلم عن شبهة الأبطال أبطال أو أبطعا نعم هذه ثالث انتخابات نشارك فيها كمواطنين بحكم محكمة وليس بمرسوم حل أو فض دور العقاد وهذا ما هو مؤشر جيد وهذا المؤشر ما بدأ معنا إلا من بعد سنة 2012 نعم نشوف بأن إرادة الأمة في كل انتخابات أصبحت أمام محك الناس في مزاجيتها يعني أنا قتلت شاهد التغير حتى في حماس الناس الانتخابات من 2008 إلى 2019 الآن صار لنا 11 سنة وإحنا نمارس هذا العمل وكل سنة مع الأسف إحنا في تراجع أعتقد على نواب الأمة وعلى التيارات السياسية اللي اليوم قاعد تقرر عدم المشاركة رح أرجع أنا حكسوالك نعم تطرح اليوم أفكار وحلول بديلة قبل الله نفكر منو التيارات اللي بتشارك واللي ما راح تشارك منو التيارات اللي بتقاطع ما راح تقاطع أعتقد إحنا لازم نحصن العملية الانتخابية نعم بشكل عام نحصن إرادة الأمة انفراد والتداخل في السلطات اللي حاصل اليوم في الكويت ما لازم يستمر يعني ماذا تقصد بالتحصين أنا أقصد بأن إحنا مثلا دستورنا على سبيل المثال هو دستور فرنسي وأخذناه من الفرنسيين مع بعض التعديلات يعني الكويتية الفرنسيين ترى ما عندهم محكمة دستورية تفصل في الطعون وتبطل الانتخابات وتبطل إرادة الأمة الفرنسيين عندهم المجلس الدستوري المجلس الدستوري تشارك في قراراتها الأمة وتشارك السلطة القضائية وتشارك السلطة التنفيذية الآن بوجهة نظري من أهم الأولويات إنشاء المجلس الدستوري كبديل عن المحكمة الدستورية ما يصير أنا كمواطن اليوم أمامي انتخابات ما أدري إذا هذه الانتخابات صجية ولا مصجية ما أدري إذا راح يتم إبطالها ولا لا لازم أشارك في الانتخابات وهي محصنة مسبقا من يوجه الدعوة للانتخابات في فرنسا المجلس الدستوري وبالتالي الناس تشارك في الانتخابات ضامنة مئة في المئة بأن لا يمكن الإبطال لأن الطعن راح يرجع للمجلس الدستوري اللي هو نفسه وهل يعني حكم المحكمة الدستورية عبد الوهاب غير كافة يعني لإقراء الانتخابات حكم المحكمة الدستورية اليوم من اللاحية الإجرائية والقانونية والدستورية ربما قد يكون سليم وفي ناس بالقانون يمكن يتفسرك مني لكن أنا ما أتكلم إذا كان اليوم الإجراء صح ولا غلط على الورق يمكن يكون صح لكن على المبادئ السياسية ما هو صحيح بوجهة نظري لا يمكن أن تأتي محكمة وتبطل الانتخابات المجلس الدستوري الفرنسي أو يمكن أنا مرة هم تكلمت عنه في السوشيال ميديا يكون هم تكلم عن السوشيال ميديا أنه يجب للأمة أن يكون لها دور في صدور الأحكام الدستورية لأن ترى الأحكام الدستورية سميرة ممثل أحكام الجزاء القاتل يقتل ويعني الأمور تكون واضحة الدستور فقه والفقه قابل للتفسير وقابل للتأويل وبالتالي ما حنا بحاجة فقط إلى قاضي كي يصدر حكم بناء على نص نعم أنا رح أضطر أطلع بهذا الكلام القوي والساخن رح أطلع فاصل وراح أرجع لك رجعنا معكم مشاهدينا في أولى حلقات تكملية 2019 مع الباحث السياسي الدكتور صالح السعيدي والإعلامي عبد الوهاب العيسى عبد الوهاب أنا قطعتك عشان الفاصل قلت كلام مهم جدا ولكن يبدو أنك تطالب بإلغاء المحكمة الدستورية نعم المحكمة الدستورية صدرت بقانون سنة 92 يمكنني صلح للدكتور يعني قلو عشنا 40 سنة من الحياة السياسية والدستورية بدون محكمة دستورية المحكمة الدستورية صدرت بقانون 92 وصار عندنا محكمة دستورية القانون صدر برحم من مجلس الأمة ومقترح من مجلس الأمة الآن المحكمة أحكام المجلس أطالب بشكل واضح بإلغاء المحكمة الدستورية وتشكيل المجلس الدستوري المجلس الدستوري يشمل السلطة القضائية يعني كلها كل تقدير واحترام ومن الواجب أنها تكون موجودة في المجلس الدستوري يشارك فيه في المجلس الدستوري مجلس الأمة بحيث يكون للناس رأي في تفسير الفقه الدستوري وأيضا السلطة التنفيذية بحكم أنها إحدى السلطات الثلاث تكون من ضمن المجلس الدستوري والسلطات الثلاث دلوهاب الآن المجلس فيه ممثل عنه في المحكمة الدستورية مجلس الأمة إذا صار فيه أي قضية أمام المحكمة الدستورية بس الحكم الحكم يصدر من المحكمة الدستورية منفردة وبالتالي ما لي رأي أنا كمواطن داخل أحكام المحكمة الدستورية يعني أنا لما شخص يقتل شخص آخر مو بالضرورة أنا كمواطن يكون لي رأي في الحكم نفسه نكتفي بحكم القاضي إنما في الأحكام الدستورية والسياسية من حق الناس أن يكون لها رأي عبر ممثلينها أعضاء مجلس الأمة مو بس أتكلم عن حكام أنا أتكلم حتى حق مراسيم وإشراف على الانتخابات إذا صار عندنا مجلس دستوري لا يمكن أن يطعن أحد بأي انتخابات ياية في المستقبل لا يمكن يكون عندي شك أنا كمواطن أن هذا المجلس راح يكمل ولا راح يضطر يعني راح تنتهي عملية أرطاة راح تنتهي بالكامل دكتور هل تأييد عبدالوهاب في هذه النقطة؟ والله دلطرح أخي عبدالوهاب يعني فكرة صراحة لي أول مرة تطرح فكرة أن الاستعاضة عن المحكمة الدستورية بمجلس سوري وهذا مطبق في دول متطورة والقصد من اللي يقولها أخي عبدالوهاب فكرة أن التحصين يكون مسبق لأنه يعني لو تخلينا من الجانب النفسي والمزاج يعني مثل دائرة الثانية والثالثة هذا دائرة الثانية سادس انتخابات خلال سبع سنين والدائرة الثالثة سبع انتخابات فالناس أصبح عندها يتولد الشعور هذا عندها يعني بالضرورة أن يكون ملل من العملية انتخابية وعدم جدوى والشك في نعم رسوس عنها انتخاباتها ثانيا أضيف اللي قال أخي عبدالوهاب أنه فكرة أن تطبيق فعلي الفصل بين السلطات يعني حتى مع الاحترام للمحكمة الدستورية إلا أن تبقى دائما فكرة أن تكون من هي السلطة التي تطق على السلطة هذا دائما فكرة فصل بين السلطات هاجس لكل النظم الدستورية والقانونية وإذا ما تم هذا راح يوقف عملية الإبطال وراح يوقف عملية استبعاد المرشحين نعرف أنه دائما تحصل هذا الأمر وهذا الأمر لا يربك فقط الناخبين حتى المرشحين انتخابات الماضية تم استبعاد شط مرشحين وتم إعادتهم وبعدين تم وقف استشكال لغاية اليوم الأخير من الانتخابات قبل 48 ساعة من الانتخابات ما كان حد يعرف أنه هل يستمر أو لا يستمر هذا الأمر سيقضى عليه إذا كان هناك مجلس دستوري ينظر مسبقا وبشكل مبكري يفلتر العملية الانتخابية وحصنها وهذا الشيء الوحيد الذي يمكن أن يؤدي إلى أن تستمر المجالس لمدة 4 سنين بشكل طبيعي أن المجلس يستمر 4 سنين هذا يعطي أيضا للناخب أو المرشح فرصة أنه يستغل على مهل أو يعمل على مهل بدل فكرة أن المجلس دائما فكرة الحل قادم الحل قادم إما طعن أو نتيجة استشكالات قانونية أو لتصادم مع الحكومة وهذا يؤدي إلى أن تصبح العملية السياسية ومعرضة لأن تكون فيها نعم الفكرة وضحت الآن أرجع لسؤالي لماذا عزفت بعض التيارات المشاركة بالعملية السياسية الحالية عن المشاركة في هذه الانتخابات التكملية يعني لكل تيارة أسبابه الخاصة في عدم المشاركة الانتخابات التكملية غير الانتخابات العامة الانتخابات العامة هي يضغى عليها الخطاب السياسي الأجواء تكون مختلفة الانتخابات التكملية هي لعبة مقاعد ولعبة ديلات بين قوسين وبالتالي التيار الذي يكون عنده مقعد موجود على سبيل المثال في مجلس الأمة ما هو من صالح أنه يشارك ويحط مقعد ثاني وبالتالي يواجه إشكاليات في الانتخابات العامة التيار الذي خاسر مقعده هو الذي يحرص أنه يشارك بكثافة مثلاً لدينا الحركة الدستورية عبر مقعد جمعان الحن باشيطة شارك بقوة في الانتخابات الحالية الانتخابات السابقة لمشاركته الدكتور حمد المطل الانتخابات السابقة لمشاركته كانت مقاطعة للانتخابات يعني لكل انتخابات تكميلية لها ظروفها الخاصة وأعتقد العين دائما تكون للانتخابات العامة لا أحد يريد أن يحرق أوراقها أو يلعب في كل أوراقها في الانتخابات تكميلية هل يبدو أن بعد الانتخابات صارت العملية مكلفة تأخذون منهم واحد عدايات؟ لا يعني صاروا يخشون فلوسهم حق الانتخابات العامة؟ لا يعني التيارات السياسية لا عندها مشكلة يعني صرف إعلاني فما أحس أن موضوع المادة يكون عائق والذي يملك خطاب قوي اليوم يقدر يأثر في السوشيال ميديا والسوشيال ميديا فضاء مفتوح نحن نتكلم في محمور كامل عن مواقع التواصل الاجتماعي السوشيال ميديا أرجع لي الدكتور السعيدي كيف تفسر عودة بعض المعارضين إلى المشهد الانتخابي مرة أخرى؟ بعد صمودهم لفترة العودة صارت 2016 لا لا 2016 ما زالوا في ناس يحاولون يردون إلى المشهد الفياسي لا لأن فكرة المقاطعة في مجتمعاتنا غير ممكنة بالنهاية تضح أن أغلب المقاطعين عادوا عن قرار المقاطعة وشاركوا في الانتخابات بقى فقط عدد ونحترم قرارهم في عدم المقاطعة لأنهم احترموا نفسهم ومحترموا قناعاتهم لكن فكرة المقاطعة في أنظمة سياسية واجتماعية على النمط السائد في الكويت صعبة يعني أنك إذا أنت ترفض المشاركة تعزل نفسك وهذا الأمر ممكن يتحمل سنة سنتين ثلاثة لكن على المدى الطويل وبعد إصرار الحكومة والسلطة على إغرار الصوت الواحد بعد ما حسن في قرار هذا مؤشر لنوع من اليأس أو يعني أنه خلاص عرفه والنتيجة حتمية ما رح يتغير هذا النظام نظام الصوت الواحد وظيفة السياسية هو أن يكون سياسي فإذا حرم نفسه من أن يؤدي هذا الوظيفة أو يمتنع عن هذا هو يعني صار أصبحت جزء من تركيبة النفسية وتركيبة الشخصية وحتى عملت الانتخابات في ناس عندهم إدمان للانتخابات يعني نلاحظ أسامي من الثمانينات وتترشح وتستمر في الترشح في كل مرة وحتى الآن مصر على أنها تستمر السياسي والعضو طبعا نتيجة أشياء كثيرة نتيجة الشهرة والمزايا والامتيازات يكون له دافع في الحفاظ عليه لكن تكلم عن القوى السياسية أيضا هو قوى السياسية مو مصالح أن تغيب لفترة طويلة عن المشهد السياسي لأنه تشطب نعم أسألك عبدالوهاب بما أنك أنت شاب وتمثل شريحة كبيرة من الشباب التيارات السياسية التقليدية في الكويت عندها كوادر شبابية ولكن يعني ما تزج بهم إلى العملية الانتخابية يعني عندهم صف ثاني وثالث بس ما يعطونهم هذه الفرص لماذا؟ يعني أنا أول شيء أعتقد أو أشك أن يكون عندهم صف ثاني وثالث جاهز أنا أعتقد مثل ما قال الدكتور في نوع من حالة الإدمان أنه يرشح نفسه كل مرة في أي أي تيار سياسي لأن هذا أحد الأسباب إنما يعني يطلع وجه جديد إلى الساحة السياسية يعني شوفي اليوم أنتي الانتخابات السابقة أستثني طبعا الحركة الدستورية هم من ناحية التنظيمية الأفضل على الساحة لكن كل التيارات السياسية بكل أطيافها ما أستثني منهم أحد ما في أحد يملك القدرة والجرأة ولا عنده الاستعداد أن يشارك بالصف الثاني لأنها ما عندهم شباب جهزوهم وشيابهم ما هم قادرين يهدون الكرسي كل التيارات بدون استثناء التيارات الشيعية التيارات الإسلامية التيارات اللبرالية كلهم تشوفين الأسماء تتكرر وتشوفين الشباب قاموا يتفللون منهم وقاموا ينشقون كل الشباب اللي فازوا قلنا نستثني الحركة الدستورية أهم شباب كانوا مستقلين التيار السلفي قاعد يخسر مقاعدة وقاعد يتواهق لأنه ما عنده صف ثاني شبابي التيار الإسلامي الشيعي نفس الشي التيار اللبرالية والتيار الوطني أيضا ما قاعد نشوف صفوف شبابية ثانية لأن هذه التيارات وهذه التنظيمات السياسية ما نبنت على أساس أنها أحزاب وبالتالي يكون فيه انتقال سلس للسلطات طيب أين دور الشباب؟ يعني إذا أهم حاسين الشباب بأنهم نوعا ما محاربين أو أن ما عندهم فرصة لدخول هذه الانتخابات وين دورهم الشباب خنقل المنظمين اللي كانوا مع هذه التيارات السياسية خنقل منذ الصغر وين هم؟ لش ما يطلعون الشباب بدأوا يطلعون الشباب بدأوا يطلعون الشباب اليوم أهم اللاعب الرئيسي في الانتخابات في السابق كان الأبو يأثر على عياله اليوم العيال يأثرون على الأبو هذا شفناه في انتخابات 2016 وراح نشوفها بشكل أكبر في انتخابات 2021 نعم أنا راح أكمل معاك هذه النقطة دائما الفاصل اللي عندك ولكن بعد هذا الفاصل فاصل مشاهدينه وسنعود رجعنا مشاهدينا بهذه الحلقة مع الضيوف الكرام الإعلامي عبدالوهاب العيسى والباحث السياسي الدكتور صالح السعيدي رجعلك عبدالوهاب قبل الفاصل قلت أن الشباب الحين لهم الدور الأكبر في توجيه العملية الانتخابية نعم نحن نشوف كانت فترة من الفترات في مجموعات شبابية كبيرة اطلعت وكان لها دور في توجيه حتى الرأي العام الآن أثلت هذه المجموعات بل تغيبت تماما عن الواقع السياسي والمشهد السياسي كثير من المجاميع الشبابية احبطت نتيجة التقلبات السياسية الأخيرة اللي صارت في العشر سنوات الأخيرة نعم وفي كل مرة يعني ينصدمون الشباب الواقع وما يستمرون في العملية السياسية أما اللي حصل في مجلس 2016 أو في انتخابات 2016 رد أحيا يعني نسبيا وجزئيا الموجة الشبابية وهذه المرة الأولى اللي ما تكون بس بقيادة الشباب أيضا بقناعة الناس يعني قمنا نشوف حتى كبار السن يقولون صوته وحق الشباب وهذه هو اللي دفع بعدد كبير من نواب الشباب من يفوزون في الانتخابات هذا الأمر أعتقد أنه سيستمر وإذا نكمل على موضوع التيارات السياسية أي تيار سياسي لا يشارك بشبابه في انتخابات 2020 لا أعتقد أن حضوظه ستكون جيدة أنا أتكلم عن كل التيارات بكل فئاتها 2020 لازم الكل وكل التيارات تشارك بمرشحين شباب رح يكون باقينا فقط 15 سنة لتحقيق رؤية 2035 هذول الشباب في 2035 رح يكونون في عز شبابهم متوسط أعمارهم أقل من 50 سنة في 2035 وبالتالي هم أولى وأحق في التشريع للمشاريع المستقبلية للدولة لا تقول لنا 2020 مجلس كبار سن وشياب يشرعون لنا 2035 اللي نحن نبي نعيش فيها نعم بس عبدالوهاب هو مو العامل الأساسي في التشريع ليس السن هي الخبرة والكفاءة مو صحيح لا صحيح دائما أنا قلت شيء مو شرط الشاب هو يكون ذو حكمة وعنده رؤية وعنده بعد نطرة لكن التحديات التحديات اللي موجودة واللي قاعد نشوفها بالعالم اليوم تحتاج مشرعين شباب قائمة أثرياء العالم اليوم أهمة كلهم شباب من قطاع التكنولوجيا اليوم مشروع الجزر اللي قاعد تسوق الحكومة كل مبني على قطاعات التكنولوجيا الحكومة تروح وقاعد تتفاوض مع علي بابا أن يكون عنده هاد كورتر في الكويت وإلى آخره فأنت تبي شباب يعرف يتكلم نفس اللغة نعم صح كلامك من الناحية النظرية بأن الخبرة وإلى آخره لكن في هذا الزمن وفي الدور الكبير اللي قاعد تلعب فيه قطاعات التكنولوجية والتحديات الاقتصادية اللي قاعد تواجه بلدنا نحن بحاجة إلى شباب يخاطب العالم باللغة الحديثة وبالتالي أنا مستعد أضحي في شوية الخبرة اللي كسبوها من سبقنا في المجالس السابقة أيضا نحن بحاجة إلى نخبة سياسية جديدة ما عندها صراعات نعم أنتقل إلى الدكتور كرام أبيلوهاب صح فكرة الشباب هو عمر الشباب يختلف السياسي يعني العمر البيولوجي للشباب هو عقل من 30 سنة لكن السياسي أولا لا يحق له التصوير انتخاب قبل عمر 30 سنة نعم ونادرا قليل من الأعضاء اللي ينجحوا هي أولى 30 سنة المجلس الحالي فقط طرعت يعني فالعمر الشبابي السياسي شاب سياسي يتكلم يتأخر العمر يوصل إلى 45 سنة بدليل أن مثلا الآن في الحصائية الناخبية 30% من الناخبية الكويت في سوتون أقل من 35 سنة يعني القاعدة الأكبر هم من الشباب 30% فقط لكن المخرج كم واحد نائب يعني 2016 ظهر أو نجح عمره أقل من 35 خمس نوار ففي الفكرة أن موشيخ نتفق على عمر الشباب السياسي ما هو الشباب التي تقدر أنه هذا شاب سياسي عمره 40 سنة لأن هذا يعتبر شاب نعم فكرة التي قلت أن الثقة بالخبرة والنضجو هذا موجود على اعتبارنا لكن دائما يكون وجود الشباب في حالي الانتخابات النفاة 2016 نجح ثلاثة من شباب دائرة الثالثة عبد الرحمن بابطيم وحقه مراكز الخدمة يوسف الفضالة وإحمد الفضل وأيضا نجح مراكز طبائي بالثانية ونجح ناصر الدوشتري هو من أصغر الأعضاء في الدائرة الخامسة بالمحصلة أن حصة الشباب موجودة لكن أيضا فكرة الشاب السياسي مو فقط لأن شاب ناس متصوت لا رازم هذه ما يقدم المضمون المضمون الذي قدمه والقدرة على تسويق الأراء والقدرة على تفكيل الكفاءة هي تأتي في المقدمة شيء ثاني يتكلم عودا إلى ما ذكرنا عن كثرة الانتخاب كثرة الانتخابات تولد فكرة أن هذا العضو خلال 12 سنة يجب ثلاثة انتخابات لكن فعليا انتخابات يتخيل المرشح يمر في الديوانية أو يجب انتخابات ست مرات خلالها كأن تضاعف العدد فالناس ملت يتخيل المجلس الحالي فيه أعضاء حاليين من مجلس 81 وفيه كثير من الأعضاء من مجالس 92 و96 فهذا وكثرة النزول في التكرار الانتخابات هذا تولد الرغبة في التغيير ودائما لاحظنا الانتخابات الماضية بس عندهم قواعدهم قواعدهم انتخابية أصواتهم فدائما تتقل معهم من مجلس إلى مجلس بالتالي الشباب يصوتون حق الشياب صحيح هم هذا دور من الشباب لكن هذا السلوك وهذه الممارسات لم يعد موجودة بكثرة من الانتخابات مثل ما نرى في مجلس 2016 أنا مو بس سميرة أنا أطالب أكثر من حتى حق التصويت يبدأ من عمر 18 سنة بدال 21 أنا قاعد أزور الناس اليوم وقاعد أفر في الدواوين وقاعد أشوف حالة الإحباط الكبيرة عند كبار السن يتعاملون مع الملفات يعني صار عندنا جيل مدمر سياسيا بالكامل ومحبط إنما لما نزور الشباب ونقعد معهم الشباب اللي أعمار هم 18 19 20 21 30 35 تشوفين الأمل في عيونهم تشوفين الطموح تشوفين التحدي تشوفين أن ليل حين فيهم روح في بناء كويت جديدة هذا الأولى أني أنا أمكنهم أن يروحون يصوتون في الانتخابات الياية لمن يكون عمره 18 19 20 أحسن مما ييني واحد محبط عمره تجاوز الخمسين يروح يصوت بناء على مصرح على أن أصبح فاقد الأمل في العملية السياسية تغيير ثوري في الإطاني الإنتخابية نحن بحاجة تغيير ثوري في الانتخابات ستكسب العبارة الصغيرة ستخسر عمره خفوق 50 20 عبد الوحف أيضا أنت وجهت نوع من الاتهام لكبار في أي تيار سياسي بمحاربة الشباب وعدم تشجيعهم للنزول إلى الساحة السياسية أيضا هناك اتهام للشباب بأنهم أهم نفسهم يهمشون دور المرأة أيضا أهم لا يجعلون المرأة تطلع إلى هذا المشهد كيف تريد على هذا الاتهام يعني هناك علامات واضحة لما نقول أن التيارات السياسية لا تتمكن الشباب في أنهم يمسكون مقاعدهم وأكد على كلامي أيضا الدكتور صالح السعيدي لما قال بأن اليوم الشباب أو الشياب أسف ضيعت النقطة لكن اللي أنا بوصلها بأن هناك شواهد أنهم لا تتمكنون الشباب عندما نرى من 81 و92 ينزلون لكن الشباب لا يمكنون النساء ما هو الشواهد ما هو الدليل عندما أقول أن تيارات سياسية لا تتمكن الشباب أنا عندي أدلة أقول أن ترى فيهم آخر خمسين سنة متى شاركوا شباب بس اليوم من يقول أن الشباب لما أقول شباب لا أقصد الذكور أو الرجال لا بس حتى في المجاميع السياسية التي ظهرت الشبابية لم يكن وجوه نسائية كانوا متصدرين المشهد والذي كانوا يبون يدخلون العمل السياسي كانوا كلهم من الذكور صحيح أنا أروح أكلم في مجلس إدارة للشباب أكلم ما فيه وبالتالي من بل الشباب ما نشوف يعني حتى دكتور أنت حين أيتها عشان الشباب الذكور أثنينكم صرتوا عليها لا نحن أحرض عليكم ولكن تحت الهوى فاصل وشاهدين وسنو كلها فاصل رجعنا معكم مشاهدينا لاستكمال المحاور في هذه الحلقة نرجع للدكتور السعيدي دكتور تكلمت عن انتخابات في الدائرتين الثانية والثالثة وقلت بأنه هناك في الدائرة الثانية صراع بأوجه متعددة والثانية الدائرة الثالثة صراع إسلامي لبرالي كيف توصلت إلى هذا التحليل؟ هذا نتيجة للمكونات الاجتماعية والسياسية ونتيجة المخرجات المعروفة في الدائرة الدائرة الثانية فيها تقسيمات بلوكات انتخابية قبلية في مناطق صلابيخات والدوحة والقرناطا والغيروان وفي كتلة شيعية أكثرها في القادسية والمنصورية وصلابيخات والدوحة وفي كتلة في تيار إسلامي في شقيه السلفي والأخوان الحركة السورية وفي تيار البرالي متجدر في الدائرة وموجود وكان لهم ممثلين وبالتالي هناك دائما يعكس هذا تمثيلة النواب العشرة اللي بثتروا الدائرة من كلها تشكيلة هذه في نائب شيعي في نائب من حدس في نائب مقرب السلف اللي هو محمد بن طير مدعوم السلف وكان دائما الدائرة هذه فيها ينجح السلف عبدالطيف العميري آخر انتخابات 2012 كان عبدالطيف العميري وخالد بن سلطان وكان فيها أيضا التيارات الليبرالية كان في 2012 محمد الصقر وفيه أيضا التيار المحافظ يعني هذا كل خليط المكونات الاجتماعية والسياسية موجود في الدائرة نعم أما الثالثة الثالثة فيه طبعا التيارين الأساسيين فيها التيار الإسلامي والتيار الليبرالي لأن لو لاحظنا راجعنا دائما ننقيس على 2012 لما كانت انتخابات شاملة واضحة كان فيها مصنفين على أنهم الليبراليين مصنفين على المسلامين وفيه نواب خدمات ممثل للشيعة الكتة الشيعية وفيه كتة الغبائل لكن كتة الغبائل في الصلابيخات أكثر تنوع وتعددة في أكثر من قبيلة لها ثقة الانتخاب بالتالي المنافسة هي لحجم القوة الكتبة الناخبة للقبيلة أو الطائفة أو حجم التيار السياسي هو اللي يحدد مصار المعركة هل هو صعب التكهن بمن سيفوز بهذه الانتخابات كثيار الانتخابات التكميلية دائما صعبة على اعتبار أن انتخابات الليوخذينا قياس 2016 الانتخابات الدائرة الثاثة من كان يتصور أنه رغم النجاح الأول يحصل على 7200 صوت على قصة علي الخميس علي الخميس والثاني 4800 صوت وما نجح الصوت الانتخابات الصوت الواحد عموما يجعل تغير موازين نعم وانتخابات مقعد واحد تغير المعاتلة يعني ورغم النجاح يختلف على فكرة رغم النجاح في انتخابات 10 أصوات يختلف عن رغم النجاح في الصوت الواحد دائما الصوت الواحد مرتفع الدائرة الثانية في 2014 كان الأول 2400 صوت و2016 في 10 أصوات كان 10750 تالي أن الآن متوقع رغم النجاح في الدائرة الثانية يتجاوز 3400 صوت الآن هذا حسب الإحصائيات تقديرا الآن الثالثة يمكن يوصل إلى 3500 الاربعة نعم عبدالوهاب قلت في تغريدة طويلة لك على توتر في الكويت نحتاج أن نصنع تقديريا مليون وظيفة فقط في 10 إلى 15 سنة القادمة لنحمي الجهاز الحكومي من التضخم الوظيفي ونصنع قطاع خاص حي وقوي وفعال وننقذ البلد من أزمة البطالة تعتقد أن المرشحين يجب أن تكون أزمة البطالة من أهم البرامج في جدولهم الانتخابية أو برامجهم الانتخابية هذا الملف يكون أهم ملف لإستقطاب الأصوات الشبابية أنت تحس أن الأزمة هذه مسوية تأثير كبير على الشباب يعني نحن مو بس نتكلم عن موضوع البطالة الملاحظ في آخر عشر سنوات وفي آخر ست انتخابات وفوق المئات المرشحين اللي إحنا التقينا معاهم مع الأسف الشديد الفاسد والمصلح يقدم ويشخص نفس المشاكل ويقدم نفس الحلول خطابنا السياسي وأغلب المرشحين خطابات كلاسيكية تقليدية ما في أحد تقدم يعني فكر سياسي جديد من ناحية الخطاب وأعتقد بأن التحديات القادمة اللي راح تواجه الكويت في العشرين سنة القادمة تحديات مختلفة عن اللي احنا واجهناها في العشرين سنة السابقة وأيضا الحلول هي حلول يجب أن تكون ذكية ومختلفة ما عادت الحلول اللي بس حق فلوسك وحلها المشكلة تنفع اليوم قاعد يبنون مستشفيات ضخمة وما هم عارفين شلون يشغلونها اليوم نحن بحاجة إلى حلول ذكية لا تكلف الكثير وتعالج الكثير من القضايا تغريدة اللي ذكرتيها كانت ردة فعل على تصريح أعلنت عنها علي بابا وقالت إننا وفرنا أربعين مليون وظيفة في 2018 عبر تجار التجزئة موقع صيني واحد موقع واحد وفر أربعين مليون وظيفة في سنة واحدة نحن بحاجة في الكويت في خمسة سنة مليون واحد يعني شفتي بساطة الموضوع لما يروح بحلول ذكية ويتبنى هذه الملفات شركات إلكترونية عملاقة تطلع من البلد تشجعها الدولة ويكون لها دور كبير في اقتصادها بإمكان القطاع الخاص أن يعالج كثير من المشاكل اللي الدولة اليوم تعاني منها نعم دكتور صالح تعتقد ما هي أبرز الملفات التي يجب أن تكون مطروحة على الحملات الانتخابية أو البرامج الانتخابية بالملاحظة أن أغلب الشعارات وطروحات المرشحين هي مثل ما تفضل لخب الوهابية مكررة ومعلبة يعني جاهزة ممكن هي يكرر ما سبق من إعلانات أو شعارات أو أهداف أو أفكار وبالتالي السؤال الأكبر هل يمكن أن ينفذ ما يطرحه يعني فكرة الوعود الانتخابية دائما الوعود الانتخابية والتعاهدات هي مقياس المحاسبة في الدول المتقدمة والديمقراطية أن نرى الآن ترامب بمعارك التي يخوضها في كل القضايا بمعركة الجدار بسبب عودة التخابية وبمعركة التجارة التفضيلية مع الدول الخارج هي بناء على وعودة الانتخابية تالي هذا التقافة قائبة في الكويت أن المرشح نادى في معظم الأوقات لا يلتزم بكل ما طرحه خلال الحملة الانتخابية ومع كثرة الانتخابات وتكرارها الناس حسست أن الكرام يعني ممجوج ومكرر وأصبح يعاد بصيقة مختلفة وما في أمل هذا الشعور الإحباط أعتقد أن مولد الحكومة أعطد لها دور في قصة أن فشال المجلس وضعافه لأهداف أعتقد أن بالنهاية المحصلة سلبية حتى على الحكومة ضعف المجلس يضعف الحكومة وليس قويها نعم أيضا بدأ أنك تكلمت عن الحكومة طبعا المال السياسي ظاهرة من مظاهر السلبية التي تصاحب كل انتخابات في الكويت تضحك عبدالوهاب هذا الابتسام ما هو الدليل أنه سيكون لها حضور قوي في هذه الانتخابات أيضا لماذا؟ وسانا قبل الله أدشح لهذا المحور يعلق على كلام الدكتور بعد ذنة حول جزئية الوعود الانتخابية مع الأسف كثير من المرشحين عندما يصيرون نواب يعتقدون بأن تنفيذ الوعود الانتخابية من خلال تقديم كتاب مقترح بقانون إلى علام الكندري الأمين العام ويقول أن أتقدم لكم بهذا المقترح ويدش الدواوين عقوبها ويقول يا جماعة أنا بريد ذمتي قدمت كل المقترحات التي أنا وعدتكم فيها والمشكلة ليس فيني المشكلة في المجلس لأنه لا يدش في اللجان وإلى آخره وإنما هذا عمل برلماني تقليدي كلاسيكي لا يمكن أن يعني الواحد يحقق وعوده بهذه الطريقة يعني في أعرق الديمقراطيات في أمريكا لا يتوقعون أن النائب الأمريكي لما يتي له فكرة أو مقترح بقانون جيد يروح للكونغرس ويصف قول له وثاني يوم يقرون له قانونه لا وظيفة السياسي والنائب أن يكون لوبيست يصنع تحالف ولوبيات لتمرير القانون ولا يقصع على الناس ويقول أنا بس قدمت كتاب مقترح بقانون حق علام الكنديري ونطرأ وعاد أنتو متى رح توصل هذه المقترحات أو لرئيس مجلس الأمة أو لرئيس مجلس الأمة إنما تقديم القوانين وتقديم المقترحات في الكويت مع الأسف هو أول الخطوات إنما في الدول المتقدمة السياسية يكون آخر الخطوات بعد التنسيق مع وسائل الإعلام وجمعة تضاق وإلى آخره هذا الشيء يعني مو فقط منهم يعني أمه مضطرين يسوون هذا الشيء لأن هناك مثل ما قل الدكتور فيما قال لك هناك فردية الآن في العملية السياسية في المجلس يعني الممارسة السياسية فيها فردية ما في تكتل راحة التكتلات ما في أحزاب طبعا بطبيعة الحال فراح يضعف النائب أيضا في تحقيق وعودة الانتخابية هذا شرحي ما قال هذا شرحي ما قال حبد لهاب إن فكرة اللوبيست أو الجماعات أو الكتل أو الجماعات الضاقطة هي أن النائب يكون كتل هذه الكتل غابت على المجلس الأمور الحال كتل البرلمانية لا يوجد يعني صار أصبح النائب فقط يعمل له واحدة وهذا اللوم فيها هل النواب أول أنا أعتقد النواب أنا من البداية قلت في أول بداية المجلس تذكرنا في حلقتنا حلقة كانت معاك 2017 الشهور الأولى قلنا إن المجلس بدون كتل برلمانية سهل للحكومة راح تكون سيطر عليه لأنه فرضت بالنواب هذا اللي حصل كانت أول انطباع الأول انطباع قوي المجلس يعني أسقط وزيرين وزيرين الشيوخ وكان قوي والحكومة وقتهدز لكن استمرار العمل الفردي هذا يعطي الحكومة فرصة له عودا على كلام على المال السياسي أعتقد صوت الواحد سلبيات 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 كثيرة لكن المال السياسي يعني موجود قبل صوت الواحد من ميزات الصوت الواحد أنه حجم من المال السياسي طبعا صوت الواحد يعني كرس القبلية ومو بالقبلية الأفخاد نكرس الطائفية وكرس الجماعة وغاب الشعار السياسي صار هناك فراق سياسي عند الناخب فقط ينفع جماعتها ويركز على جماعة معينة وبلوك معين لأن رغم النجاح تراجع يعني يكفي ألفين صوت تنجح في مناطق وثلاث تلاف بالأخصى لكن في السابق كان عسر تلاف يحتاج إلى أن يكون ممثل أكبر قدر لكن المال السياسي شلون أثر عليه صوت الواحد لأنه في دائرة من أحد الدواعات في أربعة تلاف صوت 2600 صوت عفوا تم أبطاله لأن الناخب اختار ثلاث مرشحين أو أربعة مرشحين هذا في الانترس طبعا الناخب مغايب عنه صوت واحد لكن بما أنه حلف لأكثر من الناب أنه يعطي صوته فاضطر أنه يوفي بقسمه وسجله لأنه دليل أنه حجم شوفي المعروف عنهم والناس كلها تعرف المشهور عنهم بشراء الأصوات حلوا في براكز متأخرة كانوا يسكتون في أكثر من دائرة ونعرفهم هذا دليل أن الصوت الواحد أدى إلى ربكة في قصة المال السياسي نعم بس رح منظم ممكن أنا أول تجربة فعليا كيفهم معه بس تقدر عدلوهاب أن الحكومة جادة بوقف هذه الظاهرة خصوصا أن جمعية الشفافية أعلنت من خلال المفوضية الأهلية للديمقراطية التابعة لها عن فتح باب استقبال المتطورين الراغبية بالمساهمة في مراقبة الانتخابات التكملية في 16 مارس هل تعتقدين هذه الخطوة تبين جدية الحكومة؟ لا هذه الجمعية الشفافية لا لا علاقة بالحكومة المسؤول عن محاربة المال السياسي هي الجهة المشرفة على الانتخابات اللي هي الحكومة هي التي تنظم تنظم الانتخابات وأكبر داعم للمال السياسي ومن يصرف المال السياسي ونواب المال السياسي اللي احنا قاعد نشوفهم هم أطراف محسوبين على الحكومة وبالتالي لا يمكن أن نحارب المال السياسي دامنا من يرعاه ومن يحمي أو المسؤول عن محاربته وبالتالي في كل انتخابات قاعدين عاد نفس المحور بدون أي نتيجة هذا قرار ما احنا نوعي من خلال وسائل الإعلام إنما هذا القرار لازم يطلع من الجهات العليا في الجهاز الحكومي وهموا اللي يأخذون هذا القرار نعم أعين على فكرة مراقبة الانتخابات طبعا هذه خطوة مشكورة أن المجتمع المدني يحاول أن يرغب لكن فكرة الشراء ما تصير علنية يعني يعني ما ستكون بالمقر الانتخابي ولا أمام الناس بالعلن لها ترتيبات عالم سري بعالم باطني تماما مختلف طبعا الحكومة أن طريق العجزة لأمنية توصل الله تقدر ردا على جزئية المجلس الدستوري لا يمكن أن تكون الانتخابات نزيهة بنسبة 100% في الكويت إلا لما تكون الجهة المشرفة والمنظمة جهة محايدة ما يهمها إذا أطراف محسوبة على الحكومة تفوز ولا تخسر لكن لما الحكومة هي اللي تدعو للانتخابات وهي اللي تشرف على الانتخابات لا يمكن أنها تكون جهة محايدة لأنها هي أصلا من صالحها أن في أطراف تفوز في الانتخابات وفي أطراف تسقط في الانتخابات علشان تلي نحن قاعد نطالب المجلس الدستوري اللي هو يكون المسؤول عن إشراف والدعوة والتنظيم الانتخابات لأنها راح يكون جهة عليا محايدة ما يهمها من يفوز من يخسر نعم راح نطلع بفاصل آخر مشاهدينا ونعود رجعنا معكم في هذه الحلقة مع الضيفين الكريمين الباحث السياسي الدكتور صالح السعيدي والإعلامي نسيت اسمك العلامي عبدالوهاب العيسى بما أنك إعلامي ودخلت أنت في أكثر من مجال في الإعلام وطبعا تفاعلت كثيرا مع الإعلام الجديد ممكن بس تعطينا نبذة عن هذا الإعلام الجديد وتأثيره الآن على الانتخابات يعني ما في شك بأن انتخابات 2016 كان اللاعب الرئيسي فيها إعلاميا كان سوشال ميديا بس قبلها نشوف البدايات البدايات كانت مع الرئيس الأمريكي باراك أوباما في حملة انتخابات 2008 وهو أول من يعني تبنى أو وضع استنتجية خاصة لأنه يقود حملة عبر مواقع التواصل الاجتماعي وأيضا حصلت لي فرصة في 2012 بأني أزور السوشال ميديا تيم مالباراك أوباما وألتقي فيهم وشفت العملية تكون بحجم تنظيم كبير السوشال ميديا فتحت الباب لكل الناس أن يكون لها نافذة إعلامية في السابق كان عندنا الراي والوطن والقبس والأنباء إذا ملاك الصحف هذول أو ملاك القنوات منعوني كمرشح أو وضعوا فيز عالي أني أنا ما أقدر كمرشح أني أنا أدفعه لا يمكن يكون لي يعني تواجد إعلامي عبر المؤسسات الإعلامية سوى الدواوين وندوات وإلى آخره السوشال ميديا فتح الباب للجميع أن يكون له منصة إعلامية مستقلة محايدة بدون تكاليف أقدر أنا أني أوصل فيها رسالتي وخطابي السياسية وأسوق عن نفسي سياسيا بس عبدالوهاب يعني فيه الحين نواب إنجحوا فقط من السوشال ميديا يعني أغلبهم إلى الآن يتجهون إلى الإعلام التقليدي يتجهون الإعلام التقليدي ما قلت أن الإعلام التقليدي ما هو مؤثر سؤال كان عن السوشال ميديا لكن في كل الانتخابات يزيد يعني تأثير السوشال ميديا ويقل الإعلام التقليدي بل أن الأكثر اليوم يشارك في الإعلام التقليدي لأن يعطي قوة شكلية بمعنى أنا اليوم أطلع في مقابلة بالراي مو بهدف أن الناس تشوفني الحين على الهواء كثر ما يهمني أني أنا أقطع أن يكون لي مناسبة جيدة أني أقصص المقاطع وأنشرها في السوشال ميديا ترى أنهم يهتمون في المقاطع التي تنتشر بالسوشال ميديا أكثر من الناس الذي يشوفونهم وشوفهم يمكن أن تدقيسينها على نفسك اليوم يمكن المقابلات الفيدباك والله شفنالج فيديو بالإنستغرام منشور مقابل لما حاورت فلان أو لقابلت فلان أكثر من هذا عادة يعني خنقول مثلا فئة الشباب ولكن الفئة خنقول السياسيين أو المهتمين بالسياسة لهم برامجهم وإلى الآن يتأثرون في الإعلام التقليدي ويتابعون برامج معين بعد عشر سنوات ما رح يبقى منهم شيء في قلب مركز الإعلام الجديد اللي هو اللي اخترعه اللي الهاتف المتحدة الأمريكية آخر حصائية ثقة الأمريكيين في وسائل الإعلام 58% لا يتقوم بوسائل الإعلام التواصل الجديد وسائل التواصل للإعلام الجديد يعني كأخبار كمنصة أخبار والفارق اللي صار اللي ذكره لأنه كانت الصحف السابق وحتى القنوات الفضائية كانت هذه هي الوسيلة للتوجيه الإعلامي نعم الآن الوسائل التواصل اكسرت هذا القاعد لم يتصبح وسائل الإعلام عموية أو عن طريق مؤسسات سواء صحفية أو تلفزيونية لكنها أصبحت فردية كل شخص يستطيع أن يصبح منصة وهذا سهل عملية التواصل وعملية الانتشار لكن أيضا من باب آخر فتح جانب سلمي وهو باب الإشاعات وباب الأكاذيب وباب الأخبار المغلوطة والزائفة واللي يعاني منها فأصبح النائب بكثر ما يستفيد من توزيع أو نشر بياناته أو أخباره في وسائل التواصل أيضا يعاني من الإشاعات والأخبار المغلوطة التي تنشر عنها في وسائل التواصل الاجتماعي هذا أيضا هذا يعني حتى الآن فيسبوك والتويتر وغوغل وحتى واتساب يحاولون تقييد الأخبار المزيفة نعم بس دكتور مع احترامي لرايكم يعني احنا عارفين أن هناك حقيقة بأن أغلب اللي صوتون بالكويت يصوتون للطائفة للعنصر للقبيلة للفئة فما رح يهم ما نقال عنه في مواقع التواصل الاجتماعي مدى من قبيلته أو من جماعته أو من نفس مذهبة هذه العقلية الدارجة عند التصويت يؤثر يعني شو في تأثير قياس تأثير حتى عدد الوهاب هذا ممكن يصير في الدول الأوروبية ممكن في أمريكا يتأثرون بالسوشال ميديا بهذه الطريقة ولكن احنا عندنا الأساس للتصويت هو صحرة الأساس هو العرق المذهب الجماعة الفئة هذا الجانب موجود لا ننكره لكن أيضا موجود الناس التي تقتنع فيها أشخاص معينة وهذا موجود بدليل أن هناك تنجح ليس على أساس طائفة أو قبيلة لكن هذا مؤثر مؤثر مثلا فيديوهات انتشرت قبل الانتخابات الفاتت عيام بسيطة أثرت على مرشحين لاحظي أيضا لكن القلة دكتور ليس الأغلبية وفق تخرجات الانتخابات الأخيرة لم يكن من تأثير السوشال ميديا كان مكرس نفس الكلام الآن أرجع سأتكلم عن جانب مهم وهو جانب أن الآن وسائل التواصل الاجتماعي غير أنها غيرت صار التواصل فردي كل شخص أصبح منصة أصبح مؤسس فردي أصبح جريدة أو قناة منبر إعلامي منبر إعلامي نعم عندما كان لدينا خمس جرايد وخمس قنوات صار لدينا ثلاثة أربعة ألاف منصة إعلامية لكن هذا أيضا ولد الشعور اللحظة إن الإنسان يعيش اللحظة سرعة الخبر يعني مثلا الخبر يطلع يوصلك مثلا متأخر ساعة ما ملي تقول وين من الصبح شايفته تخيل في نفس اليوم كأنه قديم صار أثر أيضا في عملية التدافع عقلية القطيع يعني مثلا إن أي خبر يحصل ياخذ رائعام أو ياخذ هاشتاق المعنيين الفاعلين بالسياس سواء النواب أو وزراء أو مسؤولين يشعرون لما يشفون إن في نواب أخذوا موقف معين فالكل يتدافع إن يسبق الثالي للموقف بذل خير دليل على موقف الاستجوابات الاستجوابات في استجواب الشيخة سلمان الحمود محمد عبدالنبارك أسقطوا عبر التويتر أنا معاك دكتور لكن بس في الانتخابات نحن نتكلم عن الانتخابات تحديدا أتكلم عن النقطة أرجع لجلتفع أسقطوا عبر التويتر إن طلعت المجموعة الأولى من النواب اللي طرحوا واتقها بعدين صار سباق هذا يتكلم عن تأثير اللحظة إن وسائل التواصل الاجتماعي تلقي شعور بالزمن تجعل الإنسان أسير الحاضر حتى الماضي ينقطع معه يعني يصبح الأشياء اللي قبل شهر تصبح وين قديمة أو شهرين فهذا تأثير على الانتخابات لا يأثر كانت لا تنسي إن الانتخابات الصوت الواحد فتت تكتير من القبائل بالعكس الآن أصبح القبائل خاصة القبائل الكبيرة مقادرة تنظم انتخابات أو تفلتر عدد الأعضاء المرشحين ينزل ثلاثين أو عشرين مرشح حتى الطائفة الطائفة ينزل منها أكثر من واحد ما عاد هناك نظام دقيق إلى فقط هذا الشخص يمتل قبيلة أو هذا الشخص يمتل طائفة حتى دكتور إذا تكلمنا في إطار التأثير على العملية الانتخابية هل هناك رعاية حكومية لهذا التأثير الغير مباشر من خلال من خلال مواقع التواصل الاجتماعي هناك حسابات مدفوعة من الحكومة من جهات أخرى تأثير على العملية الانتخابية أول شيء بس بارتع الجزئية الأولى أذكر في حملة النائب عبدالوهاب البابطين في آخر 48 ساعة نشر فيديو مؤثر جدا وإعلان ذكي ورائع وأثر حسب كلام ناس مقربين بالنسبة أصوات كبيرة تساوي المئات وساعد هذا الفيديو بشكل كبير أن يحصل عبدالوهاب البابطين ويقفز إلى المركز الأول في الدائرة الثالثة فنعم السوشيال ميديا مؤثر وكل ما لو زيد تأثير انتخابات عشرين عشرين يمكن واحد ينزل بس بالسوشيال ميديا ويفوز في الانتخابات فهو كيرف قاعد يصعد لفوق الحكومة طبعا هذا الكلام ما عندي دليل ولكن بحكم عملنا في هذا المجال نقدر نشوفه الحكومة مع الأسف الشديد يعني اتجهت في طريقين لمحاولة على السيطرة على السوشيال ميديا بشكل عام أولا من خلال الجرائم الإلكترونية وقانون الجرائم الإلكترونية ونحن نشوف ثنين ثلاثة شباب يدغشمرون مع بعض بالواتساب ينسك واحد منهم ثلاثة سنين وأربع سنين فكان قانون يعني وايد صراحة قاسي على الناس هذا وقاعد يمارس اليوم أكبر نيابة هي نيابة الإعلام وربع يعني الناس كلهم رايح يرادين على نيابة الإعلام فأعتقد من ناحية القانونية حاولت الحكومة للتضييق على الناس وعلى حرياتها في السوشيال ميديا نعم في ممارسات خاطئة من واجب الدولة والقانون أن يحد من هذه الممارسات لكن نعتقد أن في أمور أصبح مبالغ فيها من الناحية الثانية نعم في أطراف حكومية تدفع المال وتشتري الحسابات لمحاولة في التأثير على الرأي العام وأنا أعتقد بأن هذه الحسابات مكشوفة ومعروفة وكل ماله والناس ترى ما تتأثر فيها الناس ترى واعية وصاحية وتعرف الحساب المأجور اللي مدفوع له واللي يحاول أن يشوه على الناس ويأثر على توجهات الرأي العام كل ماله وتأثيرهم ينخفض وهذه سياسة حكومية ما هي جديدة من عمر الدنيا والحكومة على صعيد الكتاب وعلى صعيد الصحف وعلى صعيد القنوات ونتمنى أن يأتي اليوم اللي تعي فيها هذه الحكومات بأن ليس هذه الطريقة المناسبة والحديثة في التعامل مع وسائل الإعلام سواء التقليدي أو الحديث نعم دكتور هل تأيد الأخ عبدالوهاب عندما قال هناك وعي من الناس بهذه الأخبار المزيفة أو الإشاعات في حين أن نحن نشوف أن هذه الإشاعات تتداول وتضطر وسائل الإعلام التقليدية لتأكيد الخبر أو نفية يتجهون إلى الوسائل التقليدية أنا لم أقلت عن الإشاعات أنا قلت الحسابات التي تشتريها الحكومة الناس تعرفها الحسابات التي تشتريها الحكومة الناس تعرفها في حال ورود أي خبر لكن الإشاعات موضوع آخر في حال ورود أي خبر سواء حساب حكومي أو حساب غير حكومي نحن نشوف أن هناك نوع من لا يوجد هذا الوعي الكبير لأنه يتجه إلى مثلا الإعلام التقليدي أو المسؤول أو محطات إخبارية معروفة لتأكد من الخبر يروح على طول يصدق الخبر الذي لا يعرف مصدر الحساب الإخباري هذا منه لا توجد ثقافة البحث يعني الناس أصبحت تنسخ نسخ فقط يعني عادة ترتويت للخبر أو للرسالة بدون تيقم منها في أحيانا أشياء يعني أمثلة كثيرة في أخبار قديمة صار لها عشر سنين يعاد تركيبها وبثها مرة ثانية يعني دليلنا تأثير لم يكن على المجتمع الكويتي حتى على المجتمعات المتقدمة يعني فيسبوك كون أن فيسبوك هو واتساب وتويتر يخصص بحث وجهود للحد من الأخبار المزيفة الآن واتساب قلص عملية إعادة النسخ أو إعادة التهويل لعدد أقل من الممكن في السابق كان مفتوح الآن أصبح لخمسة ممكن أن نزل عدد صحيح آخر تحديث حقوات خمسة فالتويتر هدف ملايين الحسابات الوهمية الفيسبوك عمل تنقية وفلاتر لعملية تصفية الأخبار المزيفة لأن هذه الأخبار المزيفة أثرت على الانتخابات الأمريكية نعم الانتخابات الأمريكية تم اختراقها بالأخبار المزيفة وبالتالي إذا كانت هذه المجتمعات المتقدمة والمتطورة والتي هي خلقت أو صنعت هذا العالم الافتراض الجديد هي تتضرر من هذا العالم ببعبالك نحن شعوب متلقية أو شعوب مستوفر سأخليك تتكلم دائما لأشوف ويك أقول فاصل فاصل وشاهدين وسنعود رجعنا معكم مشاهدينا في هذه الحلقة لانتخابات التكملية 2019 عبد الوها طبعا أنت قريب جدا من مشاهير عالم السوشيال ميديا من فاشنستات وغيرها هل تعتقد أنهم يملكون التأثير على يعني عقلية خنقول الناخب الكويتي كما يملكون التأثير على يأثرون على عقله من ناحية المنتج اللي يسويقون حقه لا لا أنت تتكلم يعني الشباب سواء الأثنين ما أعتقد الذكور والإناث يعني فاشنستات يعني فاشنستات لا يؤثرون سياسيا لا لكن مثلا اللي لهم بالشأن السياسي يعني مشاري بويابس يأثر على شريحة معينة فيصل البصري يأثر سميرا أيضا تأثر لأن ما تتكلم بالسياسة بالسياسي يعني العملية من له يد أو رأي أو موضوع في السياسة من الطبيعي أن يؤثر على العملية الانتخابية صغير لكن أي مشهور في مواقع التواصل الاجتماعي لا يتحدث سياسيا ولا يتكلم سياسيا ولا له جمهور سياسي مصداقة صفر سياسيا يعني لما إيه وانتخابات يتكلم ممكن بالعكسة رد عكسي على من يحاول أن يروج له نعم تأيده دكتور طبعا إنها عالم آخر منفصل عالم المجتمع الاستهلاكي مثلا المنتجات والترويج لهذا المنتج لا غيره هناك مشاهير ثاني يعني يتكلمون في أمور أخرى لديهم أراء سياسية هذا يأثر هذا يأثر هذا مجاله نعم دكتور مواقع التواصل الآن ممكن أنها مثلا نقول يعني تأثر سلبا أو إيجابا على المرشح إذا استخدمها بكثرة يعني هناك بعض المرشحين يستخدمون شركات لترويج لحملاتهم الانتخابية وبكثرة هل هذا يأثر عليه؟ هو يعتمد على نوع الخطاب يعني إذا كان الرسالة نوع الرسالة ونوع العبارات المنتقى ونوع الفكرة والمضمون ومثل ما تفضل خد جرهاب قال أنه مثلا على جرهاب البابطين طرح فيديو يعني مبتكر في قبل انتخابات يومين كان مؤثر جدا ووصل إلى وأدى الغرض فالفكرة بالمضمون المرشح هل عنده رسالة هل عنده الآن اختلفت في السابق كان يختار المفردات لأنه تكلم عن لغة مكتوبة الآن دائما العامل بما أنه وصل التواصل الاجتماعي الصورة صارت لها وضع أولوية الصورة والكاميرا والفيديو هو المهم في عملية الانطباع من الرسالة فيعتمد على نوع الرسالة ونوع الفيديو ونوع الصورة هذا كلها عوامل أما أنه يتكلم بلغة تغليدية ولغة فأعتقد التكثيف في التكرار ما يفيد نعم عبدالوهاب هل من الممكن أن نرى برامج سياسية منظمة في مواقع التواصل الاجتماعي للتأثير أو توجيه الناخب للانتخابات؟ يعني تركيز على مرشح أو لا؟ هذا وارد جدا شفنا تجارب وعيد برامج سياسية في اليوتيوب في الانتخابات التي طافت وكثير من الزملاء أيضاً كانوا في الإعلام التقليدي تجهوا لليوتيوب وكانت تجاربهم ناجحة شخصياً أعتقد أن تجاربهم ستكون أنجح في المستقبل أيضاً اليوم في الانتخابات التكملية في برامج ناجحة للانتخابات التكملية على اليوتيوب من حق أي مرشح أن يكون قناة خاصة في اليوتيوب يروج فيها عن نفسه ومن حق أيضاً تريد أن تدعم المرشح أن يكون لها قناة في اليوتيوب تروج فيها عن المرشح فهذا أمر وارد طبيعي وانا أرى إيجابي أصلاً والتأثير سيكون أكبر من على حسب المادة إذا تقدرين تقنعين الناس بالمادة التي تقدمها سيتأثرون إذا تقولين مكرر ومعاد وعشرين أو خمسين مرشح غيرك يقوله ما رح يقدر يأثر على أحد فهو التحدي قبل كانت الفلوس في الإعلام تنقط على وين أطلع اليوم الفلوس في الإعلام تنقط على شنو أقول وين أقول وشلون الإخراج وبالتالي بدلا أنا أشتري نص صفحة في جريدة بدلا أحط صورتي من الصفحة في جريدة لا أنا أنتجلي فيديو في مادة ثقافية وسياسية وإعلامية ممتازة تأثر في الناس أكثر مما أحط صوري بالشوارع ولا أني أحط صوري بالجرائد نعم، بس هذا التأثير الذي تكلم عنه عبدالوهاب هل سيصل إلى كل الفئات؟ دعنا نقول مثلا المرأة يعني في وايد حريم ما عندهم اهتمامات سياسية أنهم يتابعون ما يحدث خلال الانتخابات من خلال مواقع التواصل الاجتماعي هي تعتمد على من تصوت من خلال تأثير مثلا الأسرة تأثير الزوج الأب هل سيصل هذا التأثير من خلال مواقع التواصل الاجتماعي؟ دعنا نسمحني الدكتور التسويق الإلكتروني متقدم جدا وبالتالي أنا أقدر أحدد أن أبي مره من العمر الفلاني إلى العمر الفلاني وساكن بأي منطقة وأوصلها حتى لو هي لم تساويت لي ولا تتابعني فوسائل التسويق الإلكتروني تتطور نعم في كثير من النساء يتأثرون بمثلا البيت أو الأسرة أو الزوج أو الأب أو إلى آخره لكن أيضا في هامش كبير من النساء يصوتون بمن يقتنعون به وبالتالي على المرشح أن يستثمر هذه الشريحة ليس كل الناس تصوت بالانتخابات سميرة بناءًا أنه سني والأشيعي والأبدوي والأحضري نعم هذا الشيء موجود مع الأسف لكن هناك شريحة كبيرة تفوز وتخسر في الانتخابات وتصوت على قناعتها شوفي الوقت المبكر حتى الآن للقياس أو الخروج بالنتيجة صراحة الفكرة التواصل معي حديثة وما في دراسات تمت عليها للخروج برأي دقيق أو رأي نهاي مثلا الفكرة التي طرحها على المرأة من التصوت هذه لم تبحثت يعني الآن كلها انطباعات قد تكون صائبة وقد تكون غير صائبة بفكرة أن المرأة من يؤثر فيها هذا يحتاج إلى بحوث ودراسات وحتى الآن ما صارت بحوث يعني الواحد يطمعن ويخرج فيها نتيجة نهائية أن يقول أن وسائل التواصل الإجتماعي تؤثر بهذا الشكل أو ذاك أو حتى بدرجة السلبية نسمع على أثار السلبية لكن قياسها بشكل ملموس يعني تخلم عن شكل بحثي إحصائي ولقاس عليه دائما لغة الإحصائي ولغة القام هي أكبر يعني دليل أو أكبر مؤشر التي تستنتج الإنسان عليها أي نتيجة أو أي معلومة فبالتالي نحن أمام عالم حديث مسائل التواصل ما كملت 27 أو 8 سنوات وبعدين سرعة التطور فيها سريعة لدرجة أن كل سنتين ثلاثة يصبح هناك أمام نقلة نعم بدأنا نحن في الفيسبوك تويتر سناب شات انستجرام اليوتيوب كل هذه طلعت بسنوات قليلة والإنسان الآن فيه فوضى فوضى في الإعلام وصائل التواصل أيهو أكثر تأثير حتى الآن لا يمكن يعني الجزم ما هو أكثر وسيرة تأثير نعم دكتور الآن السؤال الأخير يعني يوجه لكم أثنينكم هل ستكون المنافسة الشرسة في هذه الانتخابات أم سيكون هناك عزوف نوع من العزوف عن هذه الانتخابات تفضل دكتور أتوقع أنا نتيجة لأن تكلمتنا بالستة انتخابات في الدائرة الثانية خلال سبع سنوات هذا بالتأكيد يولد ملل دائرة الثالثة أكثر سبع انتخابات بمعنى أن تقريباً انتخابات كل سنة هذا الأمر يولد ملل يعني من مسألة ما يقل الرغبة في الحضور والحرص على الحضور وثانياً نسبة المشاركة دائماً في انتخابات تكميلية في كل الأحوال دائماً هي أقل على اعتبار أن عدد المرشحين أقل وفرصة النجاح أقل فقط مقعد واحد فأعتقد أن العامل المهم في انتخابات التكميلية في عامل 2018 2019 هو الحضور والمشاركة نسبة الحضور والمشاركة هي التي ستحدد وأعتقد أنها ستحمل رسالة إذا كانت نسبة الحضور المستوى معين لها رسالة معين ما هي هذه الرسالة؟ لما نرى نسبة الحضور أتمنى أنا شخصياً لا أتوقع أن يكون في نسبة الحضور كبيرة الناس لا الانتخابات ستكون باردة المجلس لا يمكن أن يؤخر شيء في البلد ومستقبلها مجلس بارد جداً ودخول أثنين مهما كانوا فاعلين لن يؤثر في مسيرة هذا المجلس وبالتالي الناس أعتقد أن وسطها هذه القناعة وما ستشارك بقوة والانتخابات شبه محسومة يعني أنت تعتقد أن هذا المجلس لا يوجد إنجازات؟ لا أعتقد أن هذا المجلس يلبي رغبة وطموحات الناس هذا أقرب مجلس أن يكمل أربع سنين قاعدت أربع سنين قانونين وثلاثة تقاعدت أن ذلي عليهم هذا كلام فاضي وبالتالي لا يمكن أن يؤثر دخول أثنين نواب جدد في مسيرة هذا المجلس وأعتقد أن انتخابات محسومة ما رح أقول حق منه لكن أعتقد أنها محسومة في الثانية بكل تأكيد والثالثة يعني بين اسم واسمين ما رح تطلق ما رح تقول الأسان نعم ما رح تقول الأسان ما رح تقلت محسومة متأكدت أقول لهم عقب الختام أعقب الختام شكرا للمشاهدين للمتابعة ونلقاكم غدا مع زميلي المتألق أحمد العنزي في حلقة جديدة من الانتخابات التكملية لـ 2019 صحنا لكم موسيقى 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 موسيقى